وإلينا من عمانة دكتور باسل حسين مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أهلا بك دكتور باسل بداية دعنا نبدأ بالخطاب الأمريكي كيف قرأت خطاب دونالد ترامب في هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية هذا مساء الخير لك سيدتي وإلى مشاهدي الفلوجي الكرام طبعا الخطاب ترامب والزيارة كان لها أكثر من رسالة أولا في توقيت الزيارة هي زيارة الأولى عادة معظم رؤساء الأمريكيين عادة يزورون إما كندا أو المكسيك هذا لأول مرة يقوم رئيس الأمريكي بزيارة بلد لأول مرة وخاصة بلد عربي أو في منطقة الشرق الأوسط خطاب ترامب كان له أيضا أكثر من جانب أولا جانب مثل قطيعة مع إدارة أوباما وجوانب أخرى فيما يتعلق بالقطيعة مع إدارة أوباما أكد أن الولايات المتحدة لا تكون تفرض نمط لحياة معين لحياة الشعوب وإنما تترك لها هي الحرية في أن تقرر مسارها وهذا يعني قطيعة مع إدارة أوباما التي سعت إلى ما يسمى بنشر الديمقراطية وهذه كانت أيضا رسالة مهمة بقراءتها لعملة التحول في السياسة الخارجية الأمريكية المسألة الثانية التي أعطأها أولوية أيضا هو الاتفاقات الاقتصادية حينما أكد حتى عكس ما ذكرته CNN حينما قالت أنه هناك صفقات بـ 280 هو تحدث عن 400 مليار حجم الاتفاق وهذا رسالة أيضا إلى الداخل الأمريكي وأيضا إلى همية العلاقات الاقتصادية لأولوية تامة حتى هو بالتأكيد يتحدث بالعقلية التي أتى منها المسألة الأخرى الأساسية التي تحدث عنها هي مكافحة الإرهاب وقال ينبغي أنه نمنع المتطرفين في مراكز التأثير أينما كانوا وحقيقة هو أيضا عد حزب الله كان في إشارة واضحة أنه مقصودة حتى لا يفهم أنه يقصد أنه حينما يتحدث أحد عن الإرهاب يتحدث عن التطرف السني المتحدث بالداعش وإلى غيره كان هو متعمدا في هذا الاتجاه بالإشارة إلى حزب الله ثم وصل إلى هذه أيضا رسالة مهمة في آخر خطابه قال أن هناك من يؤوي الإرهابيين ومن وفر لهم امتداد وأشارة أن الدولة هي إيران بمعنى أنه وضع معسكر كامل تجاه معسكر آخر هو إيران كأن هناك عزلة دولي أصبحت ما بين هذا الجانب وبين إيران واتهمها بالتدخل ذكر النماذج في سوريا وفي العراق وفي اليمن إضافة إلى رسائل أخرى أكد حول الهجرة وأنه من الضرورة عدم استنزاف الموارد البشرية وأتحدث أن هناك 65% من السكتان هم شباب قبل أن نوصل مع هذه النقاط يعني بعد هذا الخطاب هل تعتقد فعلا أننا سنشهد في الفترة القادمة يعني اختلاف أو فرق بين توجهاته الجديدة توجهات دونالد ترامب الجديدة والإدارة الأمريكية الجديدة وموقف الإدارة الأمريكية السابقة الذي كان متردد بشكل كبير جدا في المنطقة بالطبع فهو حتى في السياق العام عادة أن الجمهورين أكثر انغماسا في السياسة الخارجية أكثر من الديمقراطيين المتأثرين منذ مبدأ مونور العزالي يعني دائما الديمقراطيين منعزين عن الشأن وهذا حتى كان أوباما جزء من هذا التاريخ الحزب الديمقراطي الجمهورين عادة أنه مغمسين ويعني ترامب يمثل هذا عملية الانغماس يحاول العودة وإعادة التوازن للمنطقة وإعادة الاستقرار بمعنى أنه أعطى أولويات الاستقرار على يعني فرض الديمقراطية اللي بشر به أبوان كانت هذه هي قطيع أساسي لكن ينبغي الانتباه إلى مسألة في غاية الأهمية أنها على الرغم من هذا الخطاب ويشي بالكثير لأنه لم يوضح استراتيجية أمريكا واضحة بمعنى أن هذا الخطاب الاستشف منه أنه ليس لدى ترامب رؤية استراتيجية واضحة على سبيل مثال حينما انتقد إيران لم يوضح ما هي الآليات أو ماذا يمكن أنه يعني يعمل تجاه إيران أو بالنسبة للإرهاب كانت خطوط عامة بمعنى أنا أعتقد أنه لازالت الاستراتيجية الأمريكية في طور التشكر لكن نظرها تشي بأشياء ممكن أن الاستفادة منها خاصة من نسبة للعرب والدول المنطقة بمعنى أن نحن في مرحلة صيرورة لهذه الاستراتيجية الأمريكية وينبغي أن نكون بها فاعلين ومؤثرين والاستفادة من رغبة ترامب في تفعيل الاقتصاد الأمريكي بما يملك العرب من هذه الإمكانيات وإضافة إلى كثير من المشتركات التي تحدث عليها ترامب ممكن بناء هذه الاستراتيجية بمعنى أن يكون العرب طرف فاعل لا ملعب أو متلقي وهلان فرصة سالحة ومناسبة لكن ينبغي أن التعامل معها تعامل جيد نعم يعني بعد هذا التوافق الواضح في هذه القمة بين الموقف الأمريكي والعربي في مكافحة الإرهاب هل سنشهد في الفترة القادمة وفي المستقبل القريب مشهد جديد في مكافحة التطرف نوع جديد من مكافحة التطرف والإرهاب خاصة وأنه تم الحديث بشكل خاص عن مراكز الإرهاب كما قيل وهي إيران وحزب الله وغيرهم بالتأكيد هو يعني حاول أن يجمع كل أنواع التطرف بسلة واحدة ووضع استراتيجية لمكافحة هذه التطرف وكانت يعني حتى تم الإشارة إلى فتح المركز العالمي لمكافحة التطرف اللي يفتح في الرياض كبادرة أولية لوضع هذه الاستراتيجية هناك سعي من قبل إدارة ترامبو هذا ما ذكر حتى في حملة انتخابية إلى أنه يكون مكافحة الرهاب هو الهدف الأول ومكافحة الرهاب حينما يكون ناجحا ينبغي تفكيك التمايز الطائفي ووضع جميع المنظمات الإرهابية في سلة واحد بمعنى أنه لا يمكن أن تحاربين داعش وإلى آخره وتتركين عن سبب مثال الحوثيين وغيرهم وإلى آخره بمعنى أن الجميع هؤلاء متطرفون وينبغي وضع استراتيجية شامل هذه حقيقة رسالة ترامبو الواضحة تجاه كل الأنماط الإرهابية أو الحركات الإرهابية وبالتالي وضع سياسة أو استراتيجية مستقبلية لمعالجتها الدكتور باسل حسين مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك